شوفت المباراة زي يا كابتن كريم يعني مش هضيف لكلام الكابتن قسامة كتير في فكرة بتقال في الملعب أنا من بداية ما جوميز جينادز الزمالك واضح إن في حاجة بتتقال في الملعب فعلا في وقت من الأوقات بتلاقي عمر جابر وفتوح عاملين استريتش بعرض الملعب وفي وقت التاني بتلاقيهم ضمن لقلب الملعب في جملة بتتقال معينة ممكن نهاردة كمان للاتحاد أنا ممكن طالب كم لقطة كده عايزين نتكلم عنهم ده اللي قطت الهدف لكن خلينا وحنا بنتكلم إن دايماً الكابتن قسامة بتكلم عن الكرة اللي دايماً مستر جوميز كان محفز مستر جوميز محفز اللعبة حاجات معينة وتركيات معينة واللي عجبني أكتر إن هو بلعب على إمكانيات اللعبة اللي معايا يعني سيف الدين الجزيري من قبل ما ييجي جوميز أنا بقولك سيف الدين الجزيري من أحسن فراضة في مصر طب إيه الميزة اللي في سيف الدين الجزيري خلي بالك أنا ممكن أكون فرد كويس وصامة بعليه فرد كويس بس سيف ميزة وصام ميزة سيف الدين الجزيري دايماً من اللعبة اللي بتروح بيوشها كويس فهو بلعب على دي كويس دي أول لقطة أنا جايبها يمكن دي من الحاجات اللي أنا هتكلم عنه النهاردة نادي الزمالك النهاردة دي لقطة من الأول دي ممكن دي لأ لا نرجع على أول لقطة زمالك النهاردة كان عنده حاجتين بلعب عليهم يا إما الشغلة من الأطراف زيما الكابتن قسامة تكلم هتلاقي فتوح دايماً ينضم من لجوه وهتلاقي إبراهيم أنا ضايق قبل ما يغير مع زيزو عمل استراتش بعرض الملعب وهتلاقي زيزو عمل استراتش بعرض الملعب دي أول كرة وأول حالة عندنا الزمالك كان بيهاجب من الأطراف كويس لكن الهدفين إيه؟ عايزين نقول قصة الهدف إيه النهاردة أو قصة الهدفين هنحكيها النهاردة دي أول كرة بص دايماً واللعباء بتحضر من تحت البلد أب بتعمل هتلاقي ما فيش تحضير بيروح لمن نص ملعب الخصم الكرة دايماً تلعبت طويلة زي ما احنا شوفنا لسيف الدين الجزيري وعلى فكرة كرة دي كانت أوف سايت دي أول كرة عندنا أوف سايت عد كم أوف سايت قبل ما تجون ييجي دي كرة للاتحاد دي كرة للاتحاد مفروض محمد صبح يمسكها وخلي بالك وإحنا بنتكلم أنا دايماً كان عندي سؤال على مستر جومز والناس والبقاء دايماً بتسأل انت ليه بتلعب عبدالله السايد هنا اكتشفت النهاردة دي تاني كرة مجرد ما صبح يمسكوا الكرة هتلاقيه بيعمل الكرة اللي الكابتون عوسم أتكلم عنها على طول في دهر المدافعين نفس الأمر ووف سايت تالت كرة ووف سايت اه فرا ارجع ارجع حبيل ارجع تاني بصت حارك سيف الدين الجزيري وقف بقى وقف كمل شوية بص ناصر هيعمل ايه خفزت الكرة دي خفزتها كويس خش على اللقطة اللي بعدها ثلاث مرات قبل الهدف اوف سايت لحد ما نتيجي بص مجرد ما في نص المعلى تحرك عظيم نفس الكرة اللي قبلها اللي كانت اوف سايت بصوا ناصر هيجي فين بس المرض كانت هدف هي هيها في اللقطة اللي قبلها بس الفرق هنا النسيف كان اوف سايت وهنا مش اوف سايت وده الهدف الاول هتلاقي في حاجة بتتقال عشان كان ما فكرت كثير في نمط مقرر رفو عليك بيدي نتيجة في الهدف لان سيف بتحرك بوشه كويس جدا هتلاقي ان الزمالك بيكمل بنفس النمط انا ببدأ احضر هحضر وهرجع على الكرة تاني وهقفل ملعبي ومجرد ما سيف يتحرك او نضاي هتلاقي الكرة تتعاب في الظهر اتكررت كم مرة كثير جدا هنا ناصر مش هيفكر هيروح لعبها لسيف الدنيا الجزيرة على طول كرة تكررت كم مرة في المطش احنا لغاية الوقت هنعد خمس او ستة كور هتلاقي نفس الكرة دي اللي هيعملها على طول ابراهيم انا ضاي وهيخش الميزة هنا اللي دايما بتلاقي ابراهيم انا ضاي وزيزه برافو علي الجوه طب ناصر النهاردة مهير كان بلعب ايه كان بلعب رقم عشر لكن التوقع كان عندي في غياب حمدي هلاقي عبدالله السعيدي النهاردة فانا ما لقيتش عبدالله النهاردة السعيد برضو في نفس المكان فدايما بقى كل مصر كلها بتسأل ليه ليه عبدالله تمانية نرجع بقى باللقطة دي واقلك ليه عبدالله تمانية غاد تلقاط اللي بلا هيك ناصر وهو مفكر ادي ناصر ولا يخلي الكرة فر fazer بص هيعمل البصل طول الزاي انا بساوله دايماً البصل اللي بفلوس بص ناضاي هيبقى فرود هلعب السيف دين الجزيري فاللقطة دي اتنين فراودة وتحتيهما وعلى طول فدايما أنا بقول عبدالله مستو وكلنا بنقول في نص ما لعب الخصم بس طريقة الراجل لو لاحظنا أنا عدت الكور اللي مسها النهاردة كابتن أسامة لناصر مهر النهاردة هو بلعب رقم عشرة لما سكوره مرة أو مرتين ده معناه إيه إنه هو ما بلعبش رقم عشرة هو بلعب بشادو سترايكر زي الجون الأولين لما قلتلك لو جبت اللقطة اللي قبلها هتلاقي كان سيف أوف سايد بس ناصر اتحرك كشادو سترايكر عشان كده عبدالله ما عندوش الملك اللي هو يلعب بشادو سترايكر فأنا بستغل العبدالله في إيه في الباص اللي بتعامل بفلوس في الجون التاني اللي احنا شفناه باص بفلوس في علاج لو بيطلع بالكرة بشكل سليم بيطلع بالكرة ومش في أي اتجاه دايما الباص اللي بفلوس ده اللي يضرب لي تلات أربع خطوط في الباص بتاع عبدالله في الهدف التاني هو ضرب خطين نص الملعب والمدفعين فإسمه باص بفلوس أنا ممكن عده باص يمين وشمال باص ببلاش لكن عبدالله السعيد النهاردة عمل باص بفلوس عشان كده بلعبه تمانية أنا مش عايز أحضر كتير في نص ملعب الخاص كل الكور اللي احنا جبناها وكل الحالات اللي احنا جبناها دلوقتي كلها بتتعامل من نص ملعب الزمالك لعلى طول في ظهر مدفعين للحادس كده